نحن لدينا تظاهرة من عام 2019 واحد اكتوبر وهي ثورة الشباب هذه الثورة لديها مطالب مشروعة مسندة ومدعومة من الشعب العراقي والمرضعية في النجف الأشغر القاظمي في خطابه قبل يومين وعد بإجراء انتخابات عام 2021 حزيران فبالتالي هذا كان احد مطالب المتظاهرين اضاف الى انه ذكر بانه سيحاسب القتل ويحاسب الفاسدين فبالتالي هنا بعض ثمار ثورة اكتوبر بدأت تخر للعيان وتتحقق ولكن المشكلة سيدتي الكريمة لا يستطيع القاظمي وحده العمل يجب عن الكل المسؤولين في الدولة في الاحزاب ان يتكاتفوا مع القاظمي لان القاظمي ليس لديه عصر صحري انا ليس دفاعا عن الرجل ولكن اقول هناك ثورة كبيرة بدأت من العام الماضي ولديها مطالب يجب ان تحقق هذه المطالب هذا واحد اثنين على الكتل المتنفذة يجب ان تسعى بقدر الممكن بان تبرز الهوية العراقية الهوية الوطنية فبالتالي الرجل امام مشاعر كثيرة نحن لدينا الان مقاتلة داعش فينا واخرى يظهر داعش للعيان ويقتل هنا ويضرب هناك وقتل عندنا قادة الوية هنا المشكلة سيدتي نريد رؤية وطنية واضحة ولكن للاسف الكل يقتلوا بدلوه وبالتالي هناك مشاكل المشاكل هنا يجب ان تحل بطريقة عقلانية وبطريقة الحكمة اضافة الى هذا هناك تظاهرات جديدة ظهرت نتيجة صلة الخدمات وهي تظاهرات الكهرباء معقولة بلد نفطي يملك الالاف البراميل النفطية ويصدر للخارج ذات توجي الكهرباء والعماء اذا هاي مشاكل الفتاة هذا ما يريد اصلحه الشرقاء انا مع الشباب في تلبية مطالبهم ولكن يجب ان تكون هذه المطالب بعيدة عن قوة السلاح بعيدة عن الاختطار بعيدة عن القتل بعيدة عن الصياء الخطاب الطائفي فبالتالي نبدأ لتحقيق دولة مدنية ذات مؤسسات طيب استاذ الشلش لماذا لا يعطي الشارع العراقي الفرصة للكاظمي ليثبت نفسه كرئيس حكومة من اجل حفاظ على سيادة البلاد نظرا الى كل ما يمر به العراق اليوم نعم نعم الشباب جنابت الكريم قلت يعطي فرصة الكاظمي نعم هو لان الشباب مع فرصة الكاظمي يحاول ما يعمله الكاظمي الكاظمي لديه اتزامات كبيرة عليه ان يوحد العراق ان يحفظ على سيادة العراق فبالتالي هنا الآن الجماهير تنتظر ماذا ستفوره الايام القادمة ولكن هناك من يحاول من يحاول استغلال هذه الفترة لغرض وضع الغام في طريقة الكاظمي ليحاول عرقلة مسيرة الكاظمي ليحاول ابعاد الكاظمي عن الاجواء التي تؤدي الى حلحلة بعض المشاكل نعم هذه هي سياسة أنا قلت في لقاءات سابقة لا توجد سياسة ولكن هنا من يتبع بعض قادمة الأحزاب وبعض الكتلة السياسية المتنفقة تحاول التعطيل الكاظمي تحاول في بعض المظاهرات مظاهرات الكهرباء في المحافظات الجنوبية بعضها استغل من بعض الأحزاب نعم من حق المتظاهرة الكهرباء ومن حقه الماء ومن حقه التعيين ومن حقه العيش الشريم ولكن الاستغلال الغير شريف والمال الفاسد هو من دفع بالطعف تقديم هذه الخدمات هنا أنا ليس وأقرر مرة ستحانية ليس مع الكاظمي وليس دفعا على الكاظمي أقول الكاظمي مضى عليه ثلاثة أشهر الآن يدفع فاتورة الفساد الفساد الحكومات السابقة أنا أقول على الشباب تحية لكم أبطال أنتم بارك الله فيكم نحن معكم يجب أن نعمل بهدوء يجب أن نعمل بحرص أكثر وأنتم غير مسلحين وأنتم تطالبون بالأبصلاح نعمل أكثر لنفوت الفرصة على من يستغل الصيد في الماء العكا نعم الأستاذ عبدالله شلش المحلل السياسي وصلت فكرتك كنت معي مباشرة من بغداد تشكرك جزيلا شكر